كيكة التمر والإشطاء اليوم أخوي متقرروا يزوروني على غفل وما كنت عارفة شو بدي أقدم لهم وتذكرت هاي الكيكة اللي كنت أحضر لهم إياها أيام الجامعة وكانوا كل أهلي بحبوها طريقة تحضيرها بسيطة كتير رح تكون هشة وبتجنن بالبداية أخدت أربع بيضات مع كوب من السكر معنا أكبيري من الفانيلا وحركتهم كتير منيحنا صاروا عندي مثل الفوم بعدين نضيفنا كوب من الزيت وحركنا وعلبة من الإشطة القيمر وحركنا كتير منيح عنا كوب من التمر المجهوري اللي بجيبه من جبران بجنن هذا التمر بقيم منه البزرة وبقطعه وبحط عليه نص معلقة أصغيرة من البايكينج صودة وكوب كبير من المي المغليب أتركه مع جنب خمس دقايق بعدين بضيفهم فوق الخليط اللي حضرناه مع محلقة من البانيلا رشة من جوز الطيب ثلاث أكواب كبار من الطحين ومعلقة كبيرة من البايكينج باودر وعندي كوب برضو من الجوز اللي بجيبه من جبران حركتهم وقلبتهم مع بعض وحطيتهم بقالب ودخلت على الفرن لمدة خمسة واربعين دقايق زينتها بالكراميل ورح تطلح الوصفة الخرافية أدمهي لذيذة وهشي وبتجنن ترجمة نانسي قنقر